استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية الموريتانية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قبل أن تخلي سبيله بعد ساعات من الاستجواب كما استدعت الشرطة رجال أعمال ومقربين من الرئيس السابق وذلك في إطار التحقيق حول شبهات فساد خلال فترة حكمه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في ضيافة شرطة الجرائم الاقتصادية للمرة الثانية في غضون أسبوعين استدعاء جديد من الشرطة التي تتابع التحقيقات فيما بات يعرف بملفات عشرية الرئيس السابق ملفات تخص الفترة التي قضاها ولد عبد العزيز في الرئاسة وأثارها تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية تم تكوينها شهر يناير الماضي قبل أن تتم إحالة التقرير على القضاء هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز كشفت جزءا مما جرى أثناء التحقيق مع الرئيس السابق الذي قضى ساعات لدى الشرطة قبل أن تخلي سبيله لا وجود لتهمنا والدعاءات كلما في الأمر أن الشرطة التي تكافح الجرائم الاقتصادية والمالية استدعته للاستجواب ورفض الإجابة لأنه يعتبر ببساطة أنه رئيس سابق وبالتالي يتمتع بالحصانة الدستورية بموجب المادة 93 من دستور موريطانيا ومن أبرز الملفات التي يتابع فيها ولد عبد العزيز إدارة عائدات البلاد النفطية وبيع ممتلكات عامة في العاصمة واكشوت بالإضافة إلى أنشطة مرتبطة بشركات الصيد البحري وليست هذه المرة الأولى التي تستدعي فيها شرطة الرئيس السابق إذ تم استدعائه الأسبوع الماضي قبل أن يتم الإفراج عنه مع إخضائه للمراقبة القضائية ومنعه من الصفر وتشمل التحقيقات كذلك مقربين من الرئيس ورجال أعمال موريتانيين تثار حولهم شبهات فساد بسبب عقدهم لصفقات مع الدولة خلال فترة حكم الرئيس السابق مزيد من المتابعة والنقاش حول هذا الموضوع معنا من وقشط عضو الحزب الوحدة والديمقراطي الاشتراكي محمد فال عبد الله والكاتب والبحث السياسي حسين حمود أهلا وسهلا بكم ريفي الكريمين أبدأ معك أستاذ حسين حقيقة هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز كما استمعنا في التقرير تقول بأن الرئيس السابق ليست له أي تهم أو ادعاءات وإنما الشرطة تستجوبه وهو رفض الإجابة لأنه يتمتع بالحصانة لأنه رئيس هل هذا التبرير مقنع برأيك أولا أنا أعتقد أن أكبر التهم هو الاعتراف والاعتراف سيد الأدلة ولد عبد العزيز جلس في مؤتمره الصحفي السابق وتحدث جهارا نهارا على الملأي وأمام وسائل الإعلام بأنه ذري ويمتلك المال وأن ثروته ستزداد وهو غير المخول بأن يمارس أي عمل أو أن يكون في أي إطار تجاري معين كرئيس للجمهورية ثم أن حتى اليوم الأنباء الصحافية التي خرجت أن حسابه لم يحني يسحب من وقية مبالي طيلة عشرة سنوات إلى مائنة له المال أعتقد أن خضية اتهام العبد العزيز هذا فضل على الملفات التي أثرتهم لجنة التحقيق البرلمانية والشرطة الجرائم الاقتصادية مثل الاتهام مفروغ منها لكن قضية أنه رئيس وأنه يمتلك حصانة رئاسية أعتقد أن المحاولة التفسير أو التأويل التعسفي لمسألة الحصانة الرئاسية وهي واضحة في نص الدستور الموريتاني أن هذه الحصانة متعلقة فقط بأفعال رئيس الجمهورية أثناء تأديته لمهامه لا يكون مسؤولا علىها إلا في حالة الخيانة العظمى أما خارج الرئاسة فكل ما يتعلق بالمحاكمة والمحاسبة هذا يخص إجراءات القضاء العادي وكل الدستوريين تقريبا أو القانونيين تحدثوا وأسهموا في شرح هذه المسألة المفصلة لكن ربما محامي أو هيئة دفاع واللعاب العزيز تريد أن توهم الناس أو تتحدث عن شيء لا يوجد في أي دستور في العالم وهي حصانة أبدية مطلقة حتى لو ارتكب جرائم جنائية فهو يتمتع بالحصانة حتى لو أخذ الأموال فهو يتمتع بالحصانة وعلى كل حالة الدستور الموريتاني مستمد من الدستور الفرنسي في نفس المادة تقريبا وأنتم شاهدتم الرؤساء الفرنسيين حوكمو ساركوزي والشراك يعني حوكمو لم يتحدث أحد من أكبر فقه الدستور في العالم والقانون على أن هناك حصانة أبدية للرئيس طيب سيد محمد فال عبد الله لماذا هيئة الدفاع برأيك توهم الناس المجتمع الموريتاني بأن هناك حصانة للرئيس ولكن الأمور لا تفسر قانونيا بهذا الشكل أولا شكرا على الفرصة الكريمة أولا أريد أن أنبه سادة متابعيكم إلى أن الأمر لا يتعلق بالتحقيق في الفساد أو رغبة هذا النظام من أجل إرجاع أموال يقال أنها منهوبة للشعب الموريتاني فهذه الاحتقالات التي طالت مقربين من الرئيس السابق محمد العبد العزيز وطالت محمد العبد العزيز لم تكن لتكون لولا خلاف سياسي بين الرئيسين الرئيس الحالي محمد القزواني والرئيس السابق محمد العبد العزيز وهو خلاف يعلمه كل الموريتانيين وخلاف المرجعية فحين الدب الخلاف بين الرجلين وكل منهما سلك طريقه السياسي كان هذا النظام أمام خيارين خيار إما أن يترك محمد العبد العزيز يمارس حياته السياسية وذلك يعتبر هذا النظام تهديدا لبقائه في السلطة في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو خيار إعاقة محمد العبد العزيز ومحاولة إخراجه من المشهد السياسي وهو ما تشكل من خلال هذه اللجنة البرلمانية ومن خلال المشاريع التي عرضت أمامها فهذه المشاريع ليست جزءا يسيرا من المشاريع التي قيم بها خلال عشرية محمد العبد العزيز فتم التركيز على المشاريع التي يعتقد أن مقربين محمد العبد العزيز تولوا تشيدها وتم استثناء رجال أعمال مقربين من الرئيس الحالي حصلوا على مشاريع بمليارات من الأوقية هذا يفسر أنها لعبة سياسية مسرحة سياسية للأسف الشديد تم استخدام وسائل عدة فيها غير مشروعة هذه نقطة واضحة سيد حسين كيف ترد على هذا الكلام هناك خلاف سياسي لأن الرئيس الحالي يخشى من المنافسة السياسية وبالتالي تشويه الخصم حتى يسد أمامه كل الطرق للعودة للمشهد السياسي وأسألك أيضا لماذا محاسبة نظام ولد عبد العزيز لماذا لم يحاسب نظام ولد الطايع وكل الأنظمة التي تعاقبت على الحكم منذ الانقلاب على المختار ولد الدهب رأيك ممتاز جدا هذا سؤال جيد ووجهه أولا منافسة السياسية في ماذا رئيس الجمهورية محمد القزواني يتمتع بدعم واسع في أغلبيته السياسية وهو نجح في الانتخابات الرئاسية برغم جهود مقربين من أول عبد العزيز للي طاح به وجره إلى شط ثاني بما نتحدث عن المقربين والمعارضة منحته فترة سماح طويلة ومهادنة وعلاقاته بها جيدا في ماذا سينافس أول عبد العزيز الرئيس الحالي حتى نتحدث عن خلاف سياسي في حين أنه أقرب مقربين السحبوا عنه حتى سيد محمد المحمد السحب عنه إذن حتى أولين جاين سحب عنه إذن المنافسة السياسية في ماذا ولو فرضنا جدلا أن هناك خلاف سياسي بين الرجلين أولا أتمنى على الرئيس السابق سيد محمد العبد العزيز أن يشرح للعامة ما هو هذا الخلاف السياسي يعني خلاف سياسي في ماذا ثانيا أو ثالثا لو فرضنا أن هناك خلاف سياسي طيب أوكي هناك خلاف سياسي لكن هل الخلاف السياسي هو جواب كافي على بيع مدرسة الشرطة هل الخلاف السياسي هو جواب كافي على ما حصل في اتفاقيات الميناء وارايس هل الخلاف السياسي هو جواب كافي على مسألة الصفقات المشبوهة وصفقات بالتراضي وعشرات ملفات الفساد عن سيارات الهيليكس التي حذر عليها بالمئات عن الأموال المهربة عن الكثير من الأمور التي هي تهم فساد أو شبه فساد واضحة جدا يعني هذا لا يبرره منطق وأنا بالمناسبة لا أنفي لك أن هناك خلاف سياسي هنا خلاف سياسي لأنه العبد العزيز يريد أن ينقلب على الرئيس وأن يأخذ السيطرة على الحزب بعملية كوماندوس شهيرة وأن يجعل الرئيس منتخب شعبيا مجرد دمية يتحكم هو فيها وهذا لا يقبله عقل ولا يقبله منطق ولن يقبله القزواني بالتأكيد وإذا قبله لن يقبله الشعب إذن هذه مسألة الخلاف السياسي أنا أعتقد أنها مجرد أسطوانة فارقة يبررون بها طيب وماذا عن الأنظمة السابقة سيد حسين هذا فيما يتعلق بالشق الثاني ماذا عن الأنظمة السابقة هذا جيد جدا السؤال أولا خذ باعتبارك عزيزي أن نظام محمد العبد العزيز هو أول نظام خارقة دستور يعني واستخدم الدباب الثماني الثلاثين وزور إرادة الشعب وغير الحلم والنشيد والرموز الوطنية خذ عندك أن نظام محمد العبد العزيز وأكثر نظام حصل في ظل احتقان سياسي خذ عندك أن نظام محمد العبد العزيز حاول أن يفرد المأمورية الثالثة خذ عنك أن ما حصل من المضايقات وقمع وتنكيل بالمعارض لم يحصل في أي فترة رأيي السابق بالتالي طبيعة الحال أن النظام الذي سيتولى بعد نظام محمد العبد العزيز وهو الذي حصل سيجد وطعية كارثية اقتصادية سياسية وعلى جميع الصعود بالتالي لم يتحدث أحد سابقا عن محاكمة أنظمة ول الطائع وأنظمة المختار الذداه وأي نظام سابق لأن هذا النظام الذي شهد وكل نظام له سلبيات وسيئاته بما فيه نظام محمد العبد العزيز لكن درجة السوء أو مستوى الكارثة الذي وصل فيه نظام محمد العزيز لم يصل في أي نظام سابق وأستاذ محمد فال عبدالله جميع السياسيين الشارع الموريطاني يجمع على أن محمد ود عبد العزيز لم يكن فاسدا فقط وإنما قام بنهب ممنهج للدولة الموريطانية كما يتحدث كثيرون في موريطانيا هل يمكن أن تنكر كل هذه التهم؟ لا أعتقد أن الشعب الموريطاني إجراء استفتاء وصوت بهذه الفرضية وصوت بصحتها أولا أعود قليلا إلى الأنظمة السابقة وكي أزودك بمعلومات بسيطة أتدري أن في الأنظمة السابقة تمت خصخصة خمسة بنوك مملوكة للشعب الموريطاني وفي فترة محمد العبد العزيز لم تتم خصخصة أي مؤسسة مملوكة للشعب الموريطاني هناك شركات للتأمين تمت خصخصتها لفائدة مقربين من الأنظمة السابقة وهذا لم يحدث في فترة محمد العبد العزيز فى فترة محمد العبد العزيز تم تشيد المطارات وشراء الطائرات التي تم إفلاس مؤسساتها في الحقب السابقة هذه أدلة هذا ليس كلاما إنشائيا 이�ألوا أهل الموريطانية عن الموانى التي تم إنشاؤها أسألوا أهل الموريطانية عن الإنشاءات عن مشاريع الماء المشاريع الطاقة حيث أصبحنا نصدر الطاقة لدول الجوار اسألوا أهل الموريتانيا عن الموانئ التي تم إنشاؤها اسألوا أهل الموريتانيا عن الإنشاءات عن مشاريع الماء المشاريع الطاقة حيث أصبحنا نصدر الطاقة لدول الجوار يمكنكم أن تسألوا المنظمات الدولية لم تتم خصخصة أي مؤسسة مالية في فترة محمد العبد العزيز هذا دليل على ضحض هذه المنظمات ماذا عن الجزيرة التي باعها لقطر أو أهداها لقطر الجزيرة ليست لا أولا يجب أن نعرف أن الجزيرة الجزيرة ليست ضمن ملفات اللجنة أبدا ملفات اللجنة ليست ضمنهم جزيرة تيدرة التي يتهم محمد العبد العزيز بأنه أهداها لأمير قطر فهذا أمر عار عن الصحة ولا يجب تناوله نحن اليوم أمام تصفيد حسابات سياسية من خلال تحالف بين النظام الحالي ومناوئين لمحمد العبد العزيز سابقين منهم الإخوان المسلميون ورجال أعمال تم إبعادهم خلال فترة محمد العبد العزيز لا أزيد ولا أقل ولكن أستاذ محمد عبد الله اسمح لي على المقاطعة هناك أكثر من مصار قضائي يتم هناك مصار في ملفات الفساد وهناك ملف أمني يتم محاسبة الرئيس السابق بخصوصه لأنه كان يريد زعزعة الاستقرار والأمن والانقلاب ربما على الرئيس الحالي هذه تبقى إشاعات هذه تبقى إشاعات لا دليلها لو كان هذا النظام يمتلك أي أدلة دامقة على تورط محمد العبد العزيز في زعزعة أمن الوطن لأخرجها النظام صرب السيارات المملوكة لمقربين محمد العبد العزيز وصرب ممتلكات عقارية لمقربين محمد العبد العزيز تشويشا على الرأي العام فلماذا لا يصرب الأدلة التي تتهم محمد العبد العزيز من زعزعة أمن البلد ما هذا؟ لو كانت هناك أي تهمة أو أي دليل مهما بسط حجمه كان ليخرج إلى العلن فقط عملية تشويه ممنهجة للأسف الشديد من قبل هذا النظام الذي عجز عن تقديم أي مشاريع إنمائية للشعب الموريتاني بعد سنة وشهران من وصوله إلى الحكم وتسيير حياة الموريتانيين أتحداهم أن يظهر لنا أي مشروع إنمائي تحصل عليه الشعب الموريتاني طيلة هذه الفترة المنصرمة يشغلون الرأي العامة بعد عجزهم في هذه الأبهة في هذه الجلبة جيم جميل تقطية على فشلهم نعم سيد حسين كيف ترد على هذا الكلام هذه التحقيقات والبروباغندة كما يقول لك ضيفي هي مجرد للتعمية على أن الرئيس الحالي ليس له برنامج لم يحقق أي شيء وبالتالي إشغال الرأي العام بمحاسبات الفساد هذه كيف ترد على هذا الكلام أولا إن أي تحقيق في أي قضايا متعلقة أو ذات بعد متعلق بالفساد يجب أن تكون مطلبا وطنيا شامنا ولا يمكن أن تصنف في إطار أي تصفية حسابات سياسية ذانيا إن الوقائع المثبتة بنص الأدلة والوثائق والقضايا التي يعرفها جميع الموليتانيون هي وقاع وليست مجرد تخيلات أو حسابات سياسية مناصر العبد العزيز يتحدثون على أنه كان يصدر الكهرباء إلى الخارج بالحين نحن حتى اليوم ما زال ينقطعنا الكهرباء تركة للنظام الماضي وأذكر أنه العبد العزيز كان مرة يخطف في خطاب شهير حين انقطع الكهرباء وفي بث مباشر تحدثوا عن مثلا قضية أنه لم تخصخص الشركات ولكنه باع أنار لجرفاته وباع سوني ميكس لشركائه الاقتصاديين وباع قطاع التوريد في سنيم لمقربه وبعض أفراد أسرته إذن هذه القضية أعتقد أنها هي مجرد لعبة أو دعاية سياسية هي محاولة حرف الموضوع من مسار قضية التحقيق في التهم الفساد وقضية أموال الشعب المنهوبة إلى موضوع سياسي ولعل ذلك أيضا يعضده الكتابات التي رأيتم جميعا مثلا وزير الخارجية السابق المساند لسيد محمد العبد العزيز سلكون زيد بي ليتحدث عن الإخوان يا أخي الإخوان أنتم كنتم تتفاوضون معهم حينما كنا نحن في المعارضة السيد محمد العبد العزيز كان يلتقي بجمل المصور سرا أنتم الذين ذهبتم إلى قطر وجئتم بها إلى المنطقة أنتم الذين ربطتم علاقات بالإخوان كيف يصبح اليوم الموضوع موضوع إخوان وموضوع تسييس ملف أعتقد أن هذه مسألة وعلى كل حال لو فرضنا جدلا أن هذا الموضوع موجود ونحن بالمناسبة حتى في هذا المصار القضائي أنا أطالب بأن يتم احترام جميع النظم والقوانين والحقوق التي يكفلها الدستور للسيد محمد العبد العزيز لكن إذا فرضنا أنها ملفات سياسية هذا لا يعفيكم من تقديم إجابة واضحة إلى الشعب الموريتاني أين أمواله التي نهبتم؟ أنتم عزيزي تحدثتم عن الأموال المنهوبة في الحقيقة إن ما حصل وما اكتشفنا أنه حصل بعد عشر سنوات عجاب لم يكن سرقة أو نهبا للأموال هو كان عمليات سطم لأن الجماعة كانوا يسرقون وكانوا ينهبون يعني سرقة من لا يخشى العقابة للحساب ولم يكنوا يتوقعوا يوما أنهم سيقفون أمام شرطة الجرائم الاقتصادية وأمام النيابة العامة وأمام رجان التحقيق البرلمانية لأنه كيف تفسر بشكل بسيط جدا أن تخرج مئات الأموال التي صرفتها مالي لقاء بعض الكهرباء الذي ذكرها ضيفه الكريم دخلت البنك المركزي ثم خرجت منه يعني كانوا يسحبون أضيف لك أكثر من ذلك التحقيقات سيد حسين اسمح لي على المقاطع التحقيقات أثبتت أن أغلب العقارات التي تم بيعها خلال فترة ولد عبد العزيز اشتراها ناس عاديين ثم تنازلوا عنها لمقربين من الرئيس السابق وبالتالي كيف نفسر كل ذلك تعرف أن الشاعر العربي يقول ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهمه هؤلاء حتى لا يحسنون فنون السرقة عندما يأتي موثق عقود ويوثق عمليات تنازل نتيجة صفقات أعطيت في مجلس الوزراء ومجلس الوزراء لم يجتمع بعد كيف تفسر هذا عندما يأتي أشخاص مقربون ويشترون عمارات ويشترون قطع أرضية للدولة ثم يتم بيعها بما بعد بضمن بخص إلى مقربين من السيد الرئيس السابق كيف تفسرون هذا صفقة المطار مطار الوكتوت الجديد الذي بني والذي تأخر ثلاث مرات والذي كان نتاج أكبر عملية فساد أنا أسميها في موريتانيا والتي نتجت عنها فيما بعد مسألة ديون الشيخ الرطاء يعني الجميع يعرف ما حصل سلفة مليارات سنين وتدخل أحد رجال الأعمال مع مقربين من عبد العزيز ثم قضية المطار خلينا نسمع أستاذ محمد فالعبدالله كيف يرد على هذا الكلام كيف ترد على قضية الفساد في المطار أيضا قضية تنازل العقار لمقربين من الرئيس محمد ولد عبد العزيز أولا سأحيلك إلى التصاريح التي أدلى بها وزراء البنى التحتية في المغرب العربي حينما زاروا المطار الجديد أثناء تشيده وأشادوا بهذه التجربة التي لم تهدر فيها أوقية واحدة من الخزينة العامة للشعب الموريتاني حيث تم منح تاجر بعض القطع الأرضية أو مساحات ترابية وعلى أساسها يتعهد هذا التاجر بإنشاء مطار عصري بمواصفات عصرية للشعب الموريتاني هناك مزايدات موجود الآن المطار الحالي الفعلي للعاصمة نواكشوت هو المطار الذي تم تشيده دون أن تهدر أوقية واحدة من أموال الشعب الموريتاني تم منح مساحات ترابية لتاجر ومن خلال هذا العرض قام هذا التاجر بتشيد المطار بمواصفات عالمية ثم يتهمون هذه الصفقة بأنها صفقة فاسدة هذه الصفقة ليست فاسدة أشاد بها وزراء البنى التحتية في المغرب العربي ولا نزيد هنا على هذا الوزراء أو نقوم باتهام النظام السابق بأنه قام بهذه الصفقة بناء على مآرب أخرى إذن هذه كلها اتهمات وشائعات ليست هناك أي وذائق حتى الآن مفادها أن هذه العقارات تم التنازل عنها لصالح مقربين من محمد العبد العزيز هناك مقربون أسريون من الرئيس الحالي اشتروا هذه القطعة الأرضية وهذا على مسؤوليتي ولدي وذائق به كل الموريتاني اشتروا البنوك البنك التجاري المقربي اشترى قطعة أرضية من بين هذه القطع هناك تجار تم توشيحهم من طرف الرئيس الحالي في الاحتفالات الماضية بعيد استغل وطني قاموا بالشراء قطع أرضية ضمن هذه الأراضي إذن كيف نحكم؟ سنحكم أنها عمل تشويق إذن الرئيس بريء يعني كما تقول براءة الذعب من دم يوسف هذا ما نفهمه أنا لم أبرئ الرئيس بل قلت أننا ننتظر تحقيقاً عادلاً وشفافاً من قبل القضاء الموريتاني لا نستبق التحقيق لا نستبيق التحقيق أريد أسأل سيد أحسين حمود كيف نفسر لجوء الرئيس السابق لمكتب محامات فرنسي لم أفهم هذه الجزئية تعرف أنه في الأدب السياسي يقال لك أعتقد أنه إليا أبو ماضي إذا لم يكن مختنى إنهم يصرقون رغيفك ثم يعطونك منه قليل ثم يطلبون منك أن تشكرهم يا لوقاحتهم وهذا هو الذي يحدث لو فرضنا أن المطار الإنجاز أو غيره من الإنجازات حصلت كم من المقابل من مليارات الشعب الموريتاني نوهبيس وسرقات وما هو حجم الضرر الذي يحدث للشعب الموريتاني على كل حال المهم أن حق استدعاء محامين سواء كانوا فرنسيين أو موريتانيين أعتقد أنه حق يكفله القانون والدستور للرئيس السابق ولكن ما الهدف منه مع أنه متهم في قضايا أخرى هو لجأ إلى مكتب محامات متخصص في العقارات هذا ما تنهى لأسمعنا صحيح هذه النقطة أنا أفسرها لك بأنه الجميع يبحث عن أين هي الأموال التي نهبت حتى المصادر داخل سرطة الجرامي الاقتصادية يركزون على مسألة الأموال وإن ذهبت عقارات الدولة وأموالها والكثيرون يتحدثون على جل ذروة الرئيس السابق أنه يحولها إلى ديفيز يعني العملة الصعبة التي يدخلت وخبئت في أماكن معينة في موريتانيا والبقية تحولت إلى شرع العقارات بالتالي هو جزء كبير من ذروته ربما ذهبت في العقارات والأمارات المنتشرة في العاصمة العقشوط وعلى امتداد التراب في موريتانيا إذن من طبيعة الحال أنه ربما قد يأخذ محامين أو يستأجر محامين مختصين في قضية العقارات هل نتوقع مسار طويل؟ باختصار لو سمحت هل نتوقع مسار طويل للتقاضي؟ لا أعتقد أن الفترة التي ربما تسبق قضية المحاكمات لن تكون طويلة لكن ربما إذا وصلت القضية إلى قاضي التحقيق وأصبحت محاكمة عالنية يعني مع إجراءات التقاضي ومع الاستئناف حق الاستئناف لدى المتهمين كلهم أعتقد أنه ربما الموضوع يأخذ وقتا لقد لا يكون طويلا أيضا ولكنه لن يتهي أيضا بين ليلة وضحا شكرا جزيلا لك أستاذ حسين حمود الكتب والبحث السياسي وأشكر أيضا عضو الحزب الوحدة والديمقراطي الاشتراكي محمد فالعبد الله شكرا جزيلا لك شكرا